خليني قبل ما أدخل في التفاصيل والأخبار بس أكد على النقطة أنا كنت تكلمت مبارح على قصة السوبر طبعا أكبر البطولات المنتظرة إن شاء الله بعد ما نخلص الموسم المحلي واللي كان فيه كلام وزي ما قلت لكم إحنا متعودين دايما أنه البطولة السوبر بتتلعب قبل بداية الموسم الجديد يعني سوبر إفريقيا بين بطل الدولي الأبطال وبطل الكونفدرالية بيحصل قبل ما سيزن الجديد يبتدي وغالبا بيخش فيه الصفقات الجديدة والقوام الجديدة وعلى آخر كان فيه كلام تردد وزي ما قلت لكم منبارح إنه فيه احتمالية إن السوبر يتلعب في شهر ستة اللي إحنا داخلين عليه دا على طول وفيه ناس بتدت تأكد القصة دي النهائي أو المعلومة الأكيدة عندي إنه فعلا فيه سيناريو إنه المباراة يتلعب ما بين 25 و 30 يونيو لكن أنا اللي بأكده لحضراتكم إن الفرصة في إن السوبر يتلعب في شهر يونيو ضعيفة جدا 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 وغالبا إنه الاتحادها هيأجلها قبل بداية الموسم المقبل أما عن تفاصيل أخبار فتعالوا نشوف معنا إيه في الأهلي نيوز روم عدد كبير جدا 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 من وسائل إعلام ركزت ونقلت فرحة جمعيننا دي الأهلي وفرحة لعبيه وجهزه الفني بالتتويج رقم 12 والتتويج الرابع وده رقم بيحصل لأول مرة إنه فريق يوصل لخمس مباريات نهائية على التوالي يفوز بأربع ألقاب هذا إنجاز لم يحققه أي نادي أعتقد على مستوى العالم لكن معظم الصحف ومنها لأفريكا ميرر الحقيقة شادت بشكل كبير جدا وأكدت على نفس الفكرة التي تنقلتها عدد كبير جدا من المواقع الإلكترونية وسائل العمل المختلفة على فكرة سيطرة وهيمانة الأهلي وعلى قدرته على أن يوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسي لفارق مريح جدا تتكلم على فارق سبع ألقاب الأهلي في صدارة المشهد الإفريقي ب12 لقب دوري أبطال يلي أو أقرب منافسي بعاد عنه بسبع ألقاب هما الفريقين الزمالك المصري ومازنبي الكنغولي مازنبي لم يتوج باللقب من حوالي أكتر من 9 سنوات يمكن وزمالك أخر لقب لي كان في أعتقد 2002 فبتكلم على 22 سنة فالأهلي نجح في توسعة الفارق وتأكيد السيطرة والهيمانة على قارة أفريقيا وده خبر يمكن حتى على موقع رسمي للكاف الاتحاد الأفريقي لقرد القدم اتكلم في نفس الفكرة هو أنه الأهلي أثبت للجميع أنه هو بطل القرى هو سلطان السلاطين هو ملك ملوك قارة أفريقيا في قرد القدم وده حسب موقع طبعا الكاف الرسمي على الإنترنت طيب خلينا نروح معكم لمنتخب مصر طبعا احنا عارفين أنه كابتن حسام وكان فيه عملات شده وجذبه وإلى آخره فيما يتعلق ببداية المعسكر لكن في النهاية بدأ المعسكر وقفلنا معاه كل الصفحات وإن شاء الله بإذن الله ندعو بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مهمته مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة صعبة هكلمك بمنتهى صراحة على مستوى الجدية والتركيز يعني يعني ما ينفعش أنك أنت تستسهل مباراة أين كان المنافس وإنت رايح لمشوار تصفيات كاس عالم لأنك لا تأمن المفاجئات وخصوصا أن بوركينا يمكن هو مش من الكبار يعني مش من مش من عظماء القارة في كورة القدم مش منتخب تعمله حساب زي منتخبات تانية كتير جدا لكن في النهاية أنت بتتكلم عن تصفيات كاس عالم مطب واحد ممكن يؤدي إلى حدوث مفاجئة والخروج وخصوصا أن المنافسة بين الفرقتين عارفين أنه البطاقة هتكون أقرب لمصر ثم يليها من حيث الفرص أو الاحتماليات بوركينا فمباراة الخميس المشبكرة اللي بعده هتبقى مهمة جدا لمنتخبنا الوطن ده على مستوى الصعوب أنك أنت تاخد من كل مطش صعب أو أن كل مطش محتاج مستوى عالي جدا من التركيز من الإصرار من الاهتمام من الجدية أنك تكون جاهز على أفضل شكل ممكن وخصوصا كمان أنه جزء من المهمة مش بس التأهل جزء من المهمة أنه كابتن حسام يقدر على المدى الطويل تتلعب في السنة دي مطشين وبقي التصفيات كلها في 25 فبالتالي كابتن حسام بالتأكيد مع فترة طويلة جدا يحضر نسخة منتخب يروح بيها كاس عالم يعمل حاجة ومش فكرة أنك تاخد ثلاثة بنت وخلاص مش فكرة أنك أنت تلعب المباراة بمبدأ تكسب ولا تلعب لا هي فكرة أنك أنت تقدر تبني وتطور في مستوى المنتخب بحيث توصل لكاس عالم إن شاء الله تقدر تعمل في حاجة فكل التأكيد لكابتن حسام والجهاز والفني والمنتخبنا إن شاء الله والجمنا الموجودين مع المنتخب نروح